بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أحييكم محبة في الله في هذا الموضوع السريع والذي كان يتصل بي الكثير من الإخوة ويستفسر عن موضوع السحر وعالم السحر والسحر وسنتكلم اليوم عن مقاطع سريعة نبين هذا الأمر على عجالة اليوم سأتكلم عن التعريف بالسحر وتاريخ السحر تعريف السحر أحبتي في الله السحر هو عبارة عن اتفاق بين الساحر والشيطان السحر هو اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات والكفريات والشركيات للساحر مقابل أن يساعده الشيطان طاعة له فيما يطلب منه الساحر هذا باختصار أما تاريخ السحر تاريخ السحر يرجع تاريخ السحر إلى ما يقارب عام خمسة ألاف قبل الميلاد خمسة ألاف قبل الميلاد يعني من الآن إحنا الآن 2014 يعني بتتكلم الآن يعني قبل سبعة ألاف وأربعة عشر عام فلما نقول خمسة ألاف قبل الميلاد إذن إحنا من الآن سبعة ألاف وأربعة عشر سنة تقريبا يرجع تاريخ السحر من الآن إلى ما قبل سبعة ألاف عام تقريبا حيث كانت بداية الحضارة السومرية في بلاد الرافدين العراق واشتهرت بابل في ذلك الوقت بممارسات كثيرة من الطقوس السحرية والشعوذة والطلاسم والتعاليم السحرية وفي تلك الفترة تقريبا أنزل الله سبحانه وتعالى الملكين هاروت وماروت في مدينة بابل لتعليم الناس السحر يعني الله عز وجل هو الذي أنزل الملكين هاروت وماروت في بابل لكي يعلموا الناس السحر ابتلاء من الله عز وجل للبشر للتمييز بين السحر والمعجزة الله أنزل علم السحر عن طريق الملكين هاروت وماروت ابتلاء من الله للبشر ليميز الله بين السحر وبين المعجزة الرسالية التي يبعث بها النبي والرسول وحتى يتبين للناس صدق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات التي يعطيها الله إياهم وبين كذب ودجل السحرة والمشعوذين وفي إنزال السحر على يد الملكين في بابل يقول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر طيب بعد ذلك انتشر السحر في بابل منذ أيام السومريين وبعدها جاء رجل يعني أو كاهن كان يسمى بزوريستر اسم الكاهن هذا زوريستر هذا الكاهن أخذ السحر من أهل بابل أخذ أصول السحر التي أنزلت يعني على أهل بابل عن طريق الملكين أخذ هذا السحر من أهل بابل وأصبح بعد ذلك هو واضع طرق وقواعد السحر التي سار عليها كل أهل الأرض في ذلك الوقت من الكنعانيين والمصريين والهنود واليهود وباقي أمم الأرض في ذلك الوقت وإلى عصرنا الحاضر سأتكلم بإذن الله تعالى عن وسائل السحرة في التقرب إلى الشياطين ما هي الوسائل التي تقوم بها السحرة حينما تتقرب إلى الشياطين هناك وسائل كثيرة يقوم بها السحرة لإرضاء الشياطين لتنفيذ السحر ومن هذه الوسائل أن ينتعل ينتعل بعض السحرة المصحف في قدميه يعني والعياذ بالله يأتي الساحر بالمصحف ويجعله مثل الحذاء والعياذ بالله هذا معنى ينتعل فينتعل السحرة المصحف القرآن الكريم في قدميه وأحيانا يدخل به الخلاء والعياذ بالله تقربا به إلى زعيم الشياطين أو شيخ أو كبير يعني قبيلة الجن أو ممالك الجن ليتقرب به إلى هذا العظيم منهم من السحرة من يكتب آيات القرآن الكريم بالقذارة بالنجاسات عياذا بالله تعالى ومنهم من يكتبها بدم الحيض يكتب آيات القرآنية بدم الحيض يأتي بمرأة يضعها في البيت ثم يأخذ منها الدم القذر هذا ويكتب به آيات القرآن الكريم وبعضهم يزداد كفرا لأنه كلما ازداد كفرا كلما تقدم يعني عظيم الجن بكثير من المساعدات لهذا الساحر فمن السحرة من يزداد في الكفر ويعني يشتد كفرا وإلحادا فيمزج بينما الرجل مني الرجل وحيض دم الحيض للمرأة يمزج العنصرين مع بعض ثم يكتب به آيات القرآن عياذا بالله تعالى وبعضهم يكتب آيات القرآن في أسفل قدميه وبعضهم من السحرة من يقوم بكتابة سورة الفاتحة معكوسة يكتبها معكوسة استهزاء بكلام الله عز وجل ليتقرب به إلى زعيم الجن أو إلى كبير الجن أو إلى ملك الجن ومنهم من يتعمد أن يصلي دون وبوء طبعا هذه كلها وسائل السحرة في التقرب إلى الشياطين ويظل دائما على جنابه وكل ساحر لا بد أن يذبح للشيطان ولا يذكر اسم الله تعالى عند الذبح ثم يرمي الذبيحة في مكان يحدده له الشيطان عن طريقة الطلاسم وعن طريق الوساوس والحديث مباشرة مع الساحر ومنهم والعياذ بالله من يأتي يعني 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 يفعل فعل الزن المحارب إما بأمه أو ببنته أو بأخته ليتقرب به إلى الشيطان ومن السحرة من يكتب الطلاسم بألفاظ غريبة غير عربية وغير معروفة وتكون ذات معاني كفرية ورموز وثنية ومن هنا يتبين لنا أحبة في الله أن الشيطان لا يخدم الساحر إلا بمقابل وكلما كان الساحر أشد كفراً كان الشيطان أكثر طاعة له وأسرع في تنفيذ أمره وإذا قصر الساحر في تنفيذ ما يأمره به الشيطان فإن الشيطان الخادم يمتنع من خدمته ويعصي أمره إذن فالساحر والشيطان يعني هما قرينان التقيا على معصية الله عز وجل ومن عرف الساحر عن قرب يجد أنه يعيش في شقاء مع زوجته ومع أولاده ومع نفسه فلا يستطيع أن ينام هادئ البال كما أن الشياطين كثيراً ما تؤذي زوجته وأولاده وتوقع بينهما الشقاق والخلاف سأتكلم عن كيفية دخول الشيطان إلى بدن الإنسان كيف يدخل الشيطان إلى بدن الإنسان ونتكلم عن أعراض السحر والمس طبعاً كيفية دخول الشيطان إلى بدن الإنسان من المعروف أن الجن والشياطين عبارة يعني مخلوقين من ريح نارية هم عبارة عن ريح من النار وجسم الإنسان فيه مسامات أنا باك تتخيل وتتصور الشياطين والجن مخلوق من ريح نارية والإنسان في جسمه مسامات وفي جلده مسامات أو مسام ولذلك يمكن للشيطان أن يدخل من أي مكان في جسم الإنسان والدليل على أن أجسام الجن والشياطين هي ريح نارية قول الله تعالى وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْ مَنْ نَارِ يقول ابن عباس رضي الله عنهما من طرف اللهب من طرف اللهب وطرف اللهب هو الهواء الساخن الذي يخرج من النار شوف أنت لما تقترب من لهب نار تشعر بقشعريرة في جلدك وفي جسمك وكذلك حينما نرقي نحن الرقات ونبدأ نشعر بهذه القشعريرة أو حينما نذهب إلى بيوت لنقرأ عليها من الجان نشعر بقشعريرة الراقي يعرف هذا أن هناك أمر معين فلذلك الجان هو من طرف النار من طرف اللهب فيعني يستطيع الجان أن يدخل باختصار يدخل إلى مسام الإنسان عن طريق هذه المسام التي أودعها الله في جسم الإنسان وبالقدرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الجن أو هذا الشيطان وعندما يدخل الجن إلى جسم الإنسان يتجه مباشرة إلى المخ ثم بحسب المهمة التي أرسل إليها في السحر يعني طبيعة السحر نوع السحر الذي يعني وكل به مثل سحر التخيل سحر الجيوء الجنون سحر العشق سحر المرض هذا كله سوف نتكلم عنه أقول بحسب هذه المهمة أو بنوعية السحر الذي يعني أوكل إليها الشيطان يؤثر هذا الشيطان بقدرة الله تعالى على أي عضو من أعضاء هذا الإنسان من مركزه في المخ طبعا مع تنقله في الجسد وقد أثبتت البحوث الطبية أن مرضى الصرع لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ تقرأها الكثير من الأجهزة التي تقرأ ذبذبات المخ عند المصرعين طبعا لا يعني أننا نمكر أنه هناك مرض يعني علمي طبي وهو زيادة الكهرباء في المخ هذا أمر آخر ونحن نعترف فيه ولا نخالفه لكن كذلك السحر له حالة ومس الشيطان والجن بالإنسان هذه حالة وكذلك ذبذبات أو زيادة الذبذبات الكهربائية في المخ فهذا أمر وهذا أمر أما إذا تكلمنا عن أعراض السحر والمس يمكن أن نقسم أعراض المس والسحر إلى قسمين القسم الأول الأعراض التي تكون في المنام أعراض تكون في المنام وأعراض تكون في اليقظة يعني والإنسان صاحي مستيقظ أعراض التي تكون في المنام الأرق الدائم في أرق دائم ليس متقطع وإنما أرق دائم بحيث لا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء القلق وهو كثرة الاستيقاظ في الليل الكوبيس المتكررة ليست المتقطعة المتكررة بحيث يرى الإنسان في منامه أشياء تضايقه مثلا يريد أن يستغيث يرى أنه يريد أن يستغيث ويطلب المستاعدة لا يستطيع إضافة إلى الأحلام المفزعة رؤية الحيوانات في المنام المتكررة أقول المتكررة وليست المتقطعة كالقطة السوداء والكلاب والجمال والثعابين والأسود والثعالب والفئران يراها دائما وأحيانا ليست متقطعة وليست دائمة لكن في تارات متكررة العض على أنيابه في المنام يعض على أنيابه في المنام أو أنه يضحك كثيرا في المنام أو يبكي كثيرا في المنام أو يصرخ كثيرا في المنام أو يتأوه يعني آه يخرج أصوات آه هذه كثيرا في المنام أو أحيانا يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر ويكون متكرر ليس متقطع يكون متكرر ودائما هذه أعراض المس والسحر في المنام أما أعراض السحر والمس التي تكون في اليقظة أولا الصداع الدائم أقول الصداع الدائم حيث تجد المريض دائما يشتكي من صداع في رأسه بشرط أن لا يوجد سبب طبي أو عضوي لهذا الصداع يعني ما يكون عنده ألام في العين أو في الأذن أو في الحنجرة أو في الأسنان أو في المعدة أو في الجيوب الأنفية كل هذه سليمة ويظل الصداع مستمر إذن هذه مشكلة ولابد أن يعرض على راقي كذلك من أعراض المس والسحر في اليقظة الشعور الدائم بالصدود والإعراض عن ذكر الله عز وجل عن الصلاة ما يريد أن يسمع قرآن ما يريد طاعة ما يريد صلاة فإذا أراد أن يصلي يشعر بضيق في قلبه وصدره هذه من العلامات من العلامات الشرود الذهني فتجده دائما يشرد ذهنيا دائما شارد ذهنيا دائما مسرح دائما تائه وأشد درجات هذه الحالات وهو ما يعرف بسحر الجنون الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله في وحدة من الحلقات السريعة التي تجعل الإنسان يهيم في الشوارع وأكيد رأيتم أناس كالمجنين يهيموا في الشوارع هذا نوع من أنواع السحر أو ما يعرف بسحر الجنون من أعراض السحر في اليقظة كثرة الخمول والكسل إضافة إلى الصرع الصرع الدائم ما يعرف بالتشنجات العصبية وهو غير الصرع الذي يصيب الإنسان من الناحية العضوية مثل زيادة الكهرباء في المخ أو بعض المشاكل العضوية التي يعرفها الأطباء أنا أتكلم عن أنواع مس الشيطان للإنسان أنواع المس الشيطاني النوع الأول هو المس الكلي وهو أن يمس الجن الجسد كله وهذا نشاهده لمن يصاب بالتشنجات والصرع إذن في مس كلي هذا النوع الأول النوع الثاني هو المس الجزئي والمس الجزئي هو أن يتحكم الشيطان في عضو واحد من أعضاء الجسد كأن مثلا يسيطر أو يتحكم الشيطان على الذراع أو على الرجل أو على البطن أو على الرأس أو على الرقبة هذا هو المس الجزئي وفي نوع ثالث هو ما يعرف بالمس الدائم وهو أن يستمر الشيطان في جسد الممسوس مدة طويلة لا يخرج أبدا وفي نوع رابع وهو ما يعرف بالمس الطائف أو المس العابر يعني مس يطوف ويمشي أو مس يعبر وهذا لا يستغرق أكثر من دقائق ثم يزول وهذا معروف في الكوابيس وهذا ما يخلو أي إنسان يعني إلا وقد أبتلي به كما ذكرت كالكوابيس التي يراها بعض الناس لكنه يعني مس طائف يمر في دقائق معدودة أو في ثواني معدودة هذا بالنسبة لأنواع المس المس أربع أنواع مس كلي مس جزئي مس دائم ومستمر لا ينقطع ومس عابر أو طائف أما إذا تكلمنا عن كيفية تحضير الساحر للشيطان كيف يحضر الساحر الشيطان فهذا يكون غالبا بالاتفاق بين الساحر وبين عظيم أو كبير منزعماء الجن والشياطين فيقوم هذا الزعيم بعد الاتفاق مع الساحر بإصدار الأوامر إلى خادم السحر وهو غالبا يكون سفيه من سفاء هذه القبيلة أو هذه المملكة فيأمره هذا الملك يأمر هذا الخادم وهذا السفيه من أفراد قبيلته أو مملكته بأن يخدم هذا الساحر وأن يطيعه في تنفيذ أوامره فإن عصاه الجن أو الشيطان ذهب الساحر وتقرب إلى ملك الجن أو إلى عظيم هذه القبيلة بأنواع من العزائم والطلاسم طبعا التي تحمل في طياتها تعظيم هذا الزعيم كالاستغاثة به من دون الله فيقوم مباشر هذا الزعيم وهذا عظيم الجن أو زعيم القبيلة أو المملكة للجن يقوم بمعاقبة هذا الشيطان الذي هو أحد أفراد هذه القبيلة أو أحد أفراد هذه المملكة ويأمره بأن يعود إلى الساحر ولا يخرج عن أمر الساحر البتة ولذلك تجد دائما تجد أن العلاقة بين الساحر وبين الشيطان الذي هو خادم السحر أو المسخر لخدمة السحر تجد دائما العلاقة بينهما تقوم على الكره والبغض والانتقام فتجد الجن والشيطان كثيرا ما يؤذي الساحر إما في أهله أو في ولده أو في ماله وأحيانا يؤذي الساحر نفسه وهو لا يدري كان يكون يعني عند الساحر دائما صداع دائم ولا يعلم هذا الساحر الخبيث بهذا الأمر أو يشعر بأرق دائم أو فزع في الليل دائم والسحرة المتخصصون في السحر السفلي غالبا لا يعقبون يعني لا يكون لهم ولد يعني لا يولد لهم ولد الشيطان المسخر وخادم السحر دائما يقتل الطفل في رحم زوجة الساحر قبل أن يكتمل خلقه وهذا بسبب كره خادم السحر وهذا الشيطان الموكل بالسحر كرهه الشديد لهذا الساحر وهذا أمر مشهور بين السحر وبالذات الذين يستخدمون السحر السفلي الخبيث أما الطرق التي يقوم بها الساحر في تحضيره للشيطين هناك طرق الطريقة الأولى وهي الطريقة التي تعرف بطريقة الإقسام وتتم هذه الطريقة بأن يدخل الساحر في غرفة مظلمة ثم يشعي النار ويضع على النار نوعا من أنواع الأبخرة أو نوعا من أنواع البخور بحسب الموضوع وبحسب السحر المكلف به فإذا كان يريد التفريق مثلا أو إلقاء العداوة والبغضاء والكره بين الزوجة وزوجها أو بين الشركاء أو بين الإخوان فإنه يضع على النار بخور ذو رائحة كريهة وإذا كان يريد إلقاء المحبة وسحر مثلا الربط أو سحر حل السحر فإنه يضع بخور ذو رائحة طيبة ثم يقوم بتلاوة العزيمة والشعوذات والطلاسم الشركية وهي عبارة عن طلاسم معينة تحتوي على إقسام على الجن يقسم على الجن بسيده يقول أقسم عليك أيها الخادم بسيدك فلان أو بشيخ قبيلتك فلان أو بالعظيم فلان بأنواع من الشرك والكفريات هذا النوع الأول وهو طريقة الإقسام الطريقة الثانية هي طريقة الذبح وفي هذه الطريقة يقوم الساحر بإحضار طائر أو حيوان بحسب الأوصاف التي تطلبها منه الشياطين وغالبا ما يكون اللون أسود غالبا لون أسود لأن الشياطين تحب اللون الأسود فيقوم الساحر بذبحها ولا يذكر اسم الله عليها تماما وأحيانا يقوم بطلطيخ المريض بدم هذه الذبيحة قد يكون ديك قد تكون دجاجة قد تكون شاة سوداء ثم يلطخ بها هذا المريض ثم يرميها في بعض الخرابات أو الآبار أو الأماكن المهجورة تقربا إلى عظيم الجن هذه الطريقة الثانية وهي طريقة الذبح أما الطريقة الثالثة فهي ما تعرف بالطريقة السفلية وصاحب هذه الطريقة تكون له مجموعة كبيرة من الشياطين تخدمه وتنفذ جميع أوامره لأنه أعظم السحرة يعني هو كبير السحرة ليش كبيرهم؟ لأنه أشدهم كفرا وأشدهم إلحادا وتتلخص هذه الطريقة بأن الساحر والعياذ بالله يقوم بانتعال المصحف يعني يجعل كتاب الله ويجعل القرآن الكريم نعالا في قدميه عياذا بالله تعالى يعني يجعله على هيئة حذاء ثم يدخل به الخلاء عياذا بالله تعالى ثم يبدأ بتلاوة الطلاسم الكفرية داخل هذا الخلاء أو داخل دورة المياه ثم يخرج ويجلس في غرفة ويأمر الشيطان بعد ذلك بما شاء أي خادم السحر فتجد الشياطين كلهم تتسارع إلى طاعة هذا الساحر وتحاول أن تنفذ جميع أوامره لما قام بفعله عياذا بالله تعالى من الكفر العظيم والشرك الكبير الطريقة الرابعة هي طريقة النجاسة وهي قريبة من الطريقة السفلية إن لم تكن مثلها في الكفر حيث يقوم الساحر بكتابة بعض سور من القرآن الكريم بدم الحيظ أو بالنجاسات ثم يقول بعض الطلاسم الكفرية والشركيات وعندها يحضر الشيطان مباشرة أي خادم السحر ويلبي له ما يريد أما الطريقة الخامسة فتعرف بطريقة التنكيس وهذا الطريقة يقوم الساحر بكتابة سور من القرآن الكريم كالفاتحة يعني وهي أعظم سورة في كتاب الله أو آية الكرسي يقوم بكتابة الحروف معكوسة عياذا بالله تعالى يلعب في الحروف وينكس الحروف فيكتبها من آخرها إلى أولها استهزاء بكلام الله عز وجل وعندها تأتي الشيطان مباشرة أما الطريقة السادسة فهي الطريقة التي تعرف بطريقة التنجيم أو طريقة الرصد وسميت بذلك لأن الساحر يترصد طلوع النجوم بطريقة معينة وينتقي نجوم معينة ثم بعد ذلك يقوم بمخاطبة هذا النجم يدعوه ويستغيث به عن طريق تلاوة طلاسم وتعويذات شركية وكفرية ثم بعد ذلك تستنزل عليه الشياطين عياذا بالله تعالى ويقومون بخدمته عياذا بالله تعالى سنحاول أن نعرف العلامات التي نفرق بها بين الساحر وبين الراقي الشرعي كيف حينما تدخل مباشرة إلى إنسان يقول هو راقي كيف تعرف هل هو ساحر أو راقي شرعي هل هو على طريقة الشيطان وعلى سنة الشيطان أو هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مجموعة من العلامات يمكن من خلالها أن نفرق بين الساحر الخبيث ذو النفس والروح الخبيثة الذي يستعين بالجن والشياطين وبين الراقي الذي يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات أن الساحر دائما يطلب منك أو ممن يزوره يطلب دائما اسمه واسم أمه إذا قال لك إيش اسمك وإيش اسم أمك هذه مشكلة من العلامات أن الساحر دائما يطلب أثر من المريض يطلب أثر كأن يقول للمريض أعطيني شعرة من شعراتك أو قطعة من من الملابس التي يريد أن يسحر بها أو صورة من صوره وغير ذلك من الأثار التي غالبا ما يكون فيها عرق المريض عرق المريض التي عندها يعرف هذه العلامات لخادم السحر حتى يوكل بالسحر من العلامات كذلك أنه يستعمل دائما الساحر أن الساحر يستعمل كلام غير مفهوم وطلاسم غير معروفة وقد يصاحب هذه الطلاسم بعض قراءة القرآن ليخذع المريض في هذا الأمر من العلامات كذلك أن الساحر يقوم بإعطاء الزائر له بعض التمائم تمائم متنوعة هذه التمائم تحتوي على أرقام وعلى حروف وعلى مربعات وعلى كلمات غير مفهومة وبعض الأسماء غير المعروفة وهي في الأصل أسماء للجن وأسماء للشياطين كاسم مثلا شمهرير اسم هامشوش اسم شمشوش هذه أسماء للشياطين وغيرها من الأسماء التي يخلطها ببعض السور من كتاب الله عز وجل وحيانا تكون هذه السور مقطعة أو ناقصة الأحرف يعني تجد السورة أو الآية لكن ناقصة في الأحرف مقطعة أو منقوطة بنقط زائدة أو مقلوبة أو تكون غير صحيحة أو معكوسة أو فيها بعض الكلمات والرموز الغريبة كالمربعات والصور والصور الأفاعي الصغيرة أو صور عقارب وهذا ما يعرف عند السحرة ما يعرف بهذا العمل أو نوع من أنواع السحر ما يعرف بالعهود السليمانية السبعة كذلك من علامات الساحر حتى تعرف الساحر من الراقي الشرعي الساحر دائما دائما ينفذ في قدر كبير من الماء ويقوم بقراءات طلاسم وكلمات غير مفهومة أما الراقي فإنه قد ينفذ في الماء لكنه إما يقرأ إما يقرأ قرآن بصوت عالي أو بأدعية معروفة مسموعة تفهمها أما الراقي أما الساحر فينفذ فيه غالبا بقدور أو بأوعية غير نظيفة وبطلاسم لا تسمعها أنت كذلك من علامات الساحر دائما يستخدم العقد دائما تجده يعقد في خيوط يعقد في الخيوط إما خيط أو حبل وينفذ في هذه العقد ويقول كلمات غير مفهومة كذلك الساحر يكثر من إطلاق البخور والبخور ذو الرائحة إما الغريبة أو الرائحة الكريهة وهذا الاستجلاب واستحضار الشياطين وأحيانا يسمع الحضور أصوات غريبة كصوت أجنحة تخفق صوت أجنحة تخفق أو أشكال لهب من النيران يلمحها ذلك الإنسان في الغرفة أو يسمع طرق شديد صوت طرق شديد على الأرض أو أحيانا طرق خفيف هذه كلها علامات أنه ساحر وليس براقي شرعي أبدا ولو قرأ لك من القرآن كذلك أن الساحر إذا دخلت عنده تجد القذارة تجد أن المكان قذر متسخ غير نظيف بينما الراقي تجد فيه سبحان الله الرائحة الطيبة تجد فيه الإضاءة القوية الواضحة الساحر تجد القذارة حتى في هيئته وفي لباسه وفي بيته وهذه من أقوى العلامات التي تؤكد لك أنه ساحر وليس براقي شرعي وإن كان يتظاهر بالقرآن وإن كان يقرأ بعض القرآن لكن هيئته قذر وبيته قذر وأنوار خافتة ثم بعض التمتمات هذا ساحر وإن كان يقرأ القرآن كذلك تجد أن الساحر يتركك في غرفة وينزوي إلى جهة مظلمة في الغرفة هذا تعرف أنه ساحر لأنه في هذه الحالة هو يتحدث مع الشياطين كذلك من علامات الساحر أنه يطلب من المريط أو من من يزوره القيام ببعض الأفعال الكفرية والأفعال الشركية كان يطلب منه أن يذبح دجاجة مثلا سوداء أو خروف أسود ومقصد هذا الساحر هو أنه يذبح لغير الله وهو يذبح للشيطان وللجن عياذا بالله تعالى كذلك أحبتي في الله من علامات الساحر للمريط هو استغلاله من الناحية المادية فيطلب الساحر أموال طائلة كثيرة وضخمة جدا يستغل فيها ضعف هذا المريط وهذه من علامات الساحر وإن كان هناك من الروقات الذين هم إن شاء الله على خير وعلى صلاح وعلى سنة إن شاء الله لكنهم يقعون في هذا الأمر وهو أنهم يستغلون الناس في حاجتهم فيطلبوا الأموال الطائلة وهذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا لأن في حسب اعتقادي أن الراقي الشرعي الذي يرقي الناس لا بأس بأن يأخذ المال بل أنا أرى أنه لا بد أن يأخذ المال لكي ينظم حياته ومواعيده وأوقاته ولكن يتوجب على الراقي أن ينطلق الراقي الذي هو على السنة الراقي الذي يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينطلق الراقي من قاعدتين وهذه قاعدتين مهمتين أحبتي في الله القاعد الأولى أن يكون في رقيته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون على السنة ولا يتوسع في أمور لم تثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول أن هذه بالتجربة بقدر ما يستطيع أن يقف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة مهمة القاعدة الثانية وهي مهمة مثل الأولى لا تقل عن الأولى وهي أنه لا يستغل ضعف وحاجة الناس إلى هذا الراقي فلا يستغل لهم من حيث الأموال ولا يطلب منهم بعض الأمور التي تشق عليهم ومع هذا يحدد سعراً لا بأس أن يحدد سعراً معقولاً وهذا فيه أنا أرى أنه فيه ترتيب لأنك يعني بعض الرقات يترفعون عن أخذ المال ويقول أنا لا أطلب مال وإنما ما يدفعه أخذه ولا أحدد لكن مع هذا الورع أنا أرى أنه فيه ظلم لبعض المرضى فقد يأتيك إنسان مريض وهو فقير فيتحرج منك وتقول له أنا لا أحدد فيدفع لك مبلغاً فوق طاقته حياء منك وقد يأتي إنسان مقتدر غني مريض ويسألك كم تريد فتقول له أنا لا أريد لا أخذ مال فلا يدفع شيء فتكون ظلمت هذا الفقير حياء فأخذت منه فوق طاقته ويعني تركت ذلك الغني فأنت تحدد لا بأس بالراقي أن يحدد مبلغاً بسيطاً رمزياً سهلاً للناس ففيه ترتيب وفيه يعني إن شاء الله يعني عوناً لهذا الراقي الذي يعني وقف وقته ونفسه وجهده لخدمة هؤلاء الناس فأقول لا يستغل الراقي حاجة الناس وضعف الناس ويكون الراقي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسع في الرقية ويتحجج بالتجربة بالتجربة وجدنا أن رأس الذئب كما يقول بعض الرقات يؤثر على الجن فيأتي برأس ذئب واحد الثاني يقول وجدنا بالتجربة أن برادة الحديد تؤثر فيأتي فالتجربة لا نهاية لها فدخل الناس والرقات في متاهات لا تنتهي فالإنسان يقف على السنة هذه القاعدة الأولى يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية أن لا يستغل ضعف وحاجة الناس هؤلاء الضعفاء المساكين ننتقل إلى علامات الساحر من علامات الساحر وما يميز الساحر أنه دائماً يخلو بالنساء يخلو بالنساء وللأسف هناك من الرقاه من يفعل هذا وهذا لا يجوز وهذا إثم عظيم فنقول أن الساحر من عدثه أنه يخلو بالنساء وهذا لا يجوز في حق الرقات فلابد أن يكون معها ولي أمر لا بد أن يكون معها يعني أخوها أبوها ابنها زوجها أو إذا اضطر أن يكون مع مجموعة من النساء ولا يجوز له أن يلمسها ولا يتحجج أحد أنه يقيس نفسه على قياس الطبيب لا يجوز هذا لا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا يجوز له أن يلمسها ولو كان بحائل لا يلمسها أبداً وإنما يدعو من بعيد وينفث ويكون على السنة كذلك من العلامات أن بعض السحر يطلبون من المريض أن يقطع أمور أو أن يفعل أمور نهت الشريعة بفعلها كان يأمر المريض بقطع السدر مثلاً من المنزل أو يأمر بقتل الهدهد أو الضفاضع وهذه كلها أمور قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من العلامات كذلك أن يطلب الساحر من المريض أن يعتزل الناس في غرفة مظلمة هذا دليل على أنه ساحر كذلك من علامات الساحر أحياناً أن يطلب من المريض أن لا يمس الماء أن لا يغتسل يعني لا يتروش أو يغتسل وقد يقول الساحر للمريض لا تغتسل إلى أربعين يوم هذا كله خلافاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أنه ساحر كاذب كذلك من العلامات أن الساحر يطلب من المريض أن يدفن أشياء يطلب منه إدفن الشيء الفلاني في المكان الفلاني إذهب إلى المكان الفلاني وإدفن فيه أسكب هذا السائل هذه كلها علامات على أن هذا ساحر وليس براقي شرعي كذلك من العلامات أن الساحر يقوم بإعطاء المريض أوراق ويكتب عليها أشياء ثم يطلب من المريض أن يحرق هذه الأوراق ثم يتبخر بهذا الوراق هذا دليل على أنه ساحر كذلك الساحر كما ذكرت يكتب حروف مقطعة وحروف صغيرة ومفككة ومقطعة ويأمر المريض أن يذيبها في الماء ويشربها هذا كذلك دليل على أنه ساحر كذلك من الأمور المهمة والعلامات القوية أن الساحر غالبا غالبا تظهر عليه علامات الفسق يعني مثلا أنه يحلق اللحية تجد أنه مسبل لثوب إطالة الشارب يعني إطالة غريبة سبحان الله التكاسل عن الصلاة وعن صلاة الجماعة هذه كلها علامات من علامات الساحر التي نستطيع أول ما نرى هذه العلامات نفرق بين الساحر وبين الراقي الذي هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف في موضوعنا إلى هذا الحد هذا وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين